اشتركوا في القناة بخدمة الوطن ودفاع عن قضاياه داخليا وخارجيا وقد اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به الصحافة الوطنية كمنبر يعبر عن المجتمع وتطلعاته وكخط دفاع اثبت فاعليته في مختلف الظروف التي مرت بها المملكة حاثا سموه على ضرورة الاهتمام بالكلمة المسؤولة فنحن وسط فضاء اعلامي ومعلوماتي مفتوح اصبح فيه للكلمة قوة وتأثيرا واشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به جريدة اخبار الخليج في المشهد الصحفي المحلي والخليجي باعتبارها احدى المدارس الصحفية الرائدة في المنطقة التي نفخر ونعتز بها متمنيا سموه للعاملين فيها كل التوفيق والنجاح في خدمة قضايا الوطن والمواطن